موسيقى النشاط الرئيسي من قناة الجزائر الدولية وهذه ابرز عنوينها اثنان وثمانون شهيدا اثنان ثمانية مجازل صهيونية خلال اربع وعشرين ساعة في قطع غزة عشرات الشهداء في قصف على الشجاعية الاحتلال يشن سلسلة احزمة نارية على شرق خانيونس يواصل حصار مجمع الشفاء لليوم الثالث عشر ويستهدف عشرات المدنيين في قصفه المحافظة الوسطى بالقطاع استشاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصيونية في قباطيا ونحو مائة وخمسين الف مصلي يؤدون صلاتي العشاء والترويح في المسجد الاقصى بذكرى ثمانة والاربعين ليوم الارض الفلسطيني الاحتلال يوسع السياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد والاف المشاركين في مسيرة داخل اراضي ثمان والاربعين للمطالبة بوقف الحرب على غزة فصائل فلسطينية تعتبر اي قوة دولية او عربية تدخل غزة احتلالية ومرفوضة وتشدد على ان ادارة الواقع الفلسطيني شأن وطني فلسطيني داخلي الرئيس تبون يجدد التزام الجزائر بتمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الامم المتحدة والبرلمان العربي يدعو الى انفاذ العدالة الدولية وانهاء الاحتلال في فلسطين اصابة ثلاثة ضباط ومترجم مدني من قوات يونيفل في غارة صهيونية استهدفت الية تابعة لها جنوب لبنان الخارجية لبنانية تباشر تحضير الشكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي اثر الحادثة وحزب الله يعلن استهدف مواقع صهيونية في الجليل الاعلى الرئيس الجزائرية توقع ارتفاع النتج الداخلي الخام الى اربعمائة مليار دولار مع نهاية سنة الفين وستة وعشرين وتوقعات من صندوق النقد الدولي ان يظل النمو الحقيقي للجزائر قويا في العام الجاد اهلا بكم مشاهدين الكرام للتفاصيل والبداية باخرة التطورات في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعد الفاصل موسيقى 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 في المستهل ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني ثمانية مجازر رحى ضحيتها اثنان وثمانون شهيدا وثمانية وتسعون مصابا في ساعات الاربع والعشرين الماضية وذكرت وزارة صحة الفلسطينية السبتة ان عدد ضحية العدوان الصهيونية على القطاع منذ السابع اكتوبر الماضي ارتفع الى ثنين وثلاثين الفا وسبعمائة وخمسة شهداء وخمسة وسبعين الفا ومائة وتسعين مصابا استشهد واصيب عشرات الفلسطينيين السبت في مناطق متفرقة من قطاع غزة جراء العدوان الصهيونية المتواصل لليوم الثامن والسبعين بعد المائة وفدت وكالة الانباء الفلسطينية باستشهاد اربعين شخصا على الاقل واصابة العشرات اثنى استهداف طائرات الاحتلال ومدفعياته منازل وتجمعات لنازحين في الشجاعية ومنطقة معبر كارني ومحيط مستشفى الشفاء ومخيم المغازيح وفي خانيونس جنوبية قطاع غزة شنت طائرات الاحتلال الصهيونية السبت سلسلة من الاحزمة النارية على مناطق متفرقة من المدينة وفدت وكالة الانباء الفلسطينية بان المدينة شهدت سلسلة من الغارة الجوية العنيفة والقصف المدفعي لعدد من المناطق خاصة المنطقتين الشرقية والغربية كما استهدف طائران الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس مادى الارتقاء ثلاثة شهداء وصلوا الى مستشفى غزة الاوروبي فيما لا يزال عدد منهم تحت الانقاطح بخانيونس دائما يواصل الاحتلال الصهيوني محاصرة مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب غزة لليوم الثالث عشر وسط قصف عنيف للمناطق المحيطة به وفدت وكالة الانباء الفلسطينية باستهداف طائرة الاحتلال الصهيوني محيط مجمع ناصر الطبي ومنازل في مخيمها كما نفذت قواته عمليات اعدام واعتقال وتنكيل وتهجير قسري للسكان في محيطه قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطع غزة ما ادى الى استشهاد واصابة العشرات وتضرر عدد كبير من المنازل المجاورة وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان الاحتلال قصف مقر بلديتي البريج والزوايدة في المحافظات الوسطى بالقطع واخرجهما عن الخدمة كما شن طيران الاحتلال غارات على محيط جسر وادي غزة شمالية المحافظة الوسطى حتى المفاوض العام لوكالة غوط وتشغيل لاجئين الفلسطينيين اونور وفيليب لازاريني دول العالم على زيادة الضغط من اجل تنفيذ امر محكمة العدل الدولية بخصوص اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الاساسية الى سكان قطع غزة لازاريني حذر في تغريدة عبر حسابه في منصة اكس من استمرار تدور الظروف المعيشية لأكثر من مليوني شخص منشدا الدول التي علقت تمويلها عن الوكالة اعادة النظر في قراراتها لمنع حدوث مجاعة في غزة ان تجديد الامر الملزم من محكمة العدل الدولية بالامس هو تذكير صارخ بان الوضع الانساني الكارثي في قطاع غزة هو من صنع الانسان ويزداد سوءا ويعني انه يجب على اسرائيل التراجع عن قرارها والسماح لوكالة اونروا بإيصال قوافل الاغذية الى شمال غزة وفتح معابر برية اضافية يجب على الدول الاعضاء ممارسة المزيد من الضغط لتنفيذ امر محكمة العدل الدولية وينبغي لأولئك الذين توقفوا عن تمويل اونروا ان يعيدوا النظر في قرارهم والمساعدة في تجنب المجاعة لقد اصبحت غزة مكانا مستحيلا لحياة كريمة واصبحت على عتبات مجاعة غير مسبوقة حيث تتفاقم ظروف اكثر من مليوني شخص لم يكونوا قبل ستة اشهر يعرفون الجوع وكانوا يتمتعون بصحة جيدة الى حد كبير ان العمل الجريء لا يمكن ان ينتظر اكثر من ذلك قدرت منظمة الصحة العالمية وجود نحو تسعة الاف مريض في قطاع غزة بحاجة مسة للتحصل على الخدمات الصحية المنقذة للحياة منهم مرضى السرطان وذوء الاصابة النجمة عن القصف واضفت الهيئة الاممية في بيان نشر عبر منصة اكس السبتة الاف المرضى بحرمون من الرعاية الصحية في ظل وجود عشرة مستشفيات فقط تعمل بشكل محدود في انحاء القطاع معلنة عن نقل اكثر من ثلاثة الاف واربع مائة مريض الى الخارج عبر معبر رفح ضمنهم الفان ومائة وثمانية عشر جريحا يعيش الفتل الفلسطيني زكريا السرسيك يوميات الاطباء في مستشفى شهداء الاقصى بقطع غزة ويقاسمهم تفاصيل التكفل بالشرحة وحتى الشهداء الذين يصلون اليه منذ بدء العدوان على غزة ما جعله طفلا باحلام في رتبة ممرضة يبادر كعادته لاخذ الحمالة من يد المسعف يندفع عبر الاروقة والممرات متجها نحو سيارة الاسعاد بعد انتهاء مهمته الاولى يعود لداخل المستشفى لمساعدة الاطباء زكريا السرسيك ابن الثانية عشر ربيعا طفل نازح من غزة عايش كل تفاصيل الدمار والقصف المستمر على القطع اختار على اثر ذلك ان يكون طفلا برتبة ممرض في مستشفى شهداء الاقصى ويقدم المساعدة للاطقم الطبية التي تواجهها ضغوط رهيبة في ظل نقص الامدادات اشتغل في المستشفى الاقصى ايش بتسوي؟ ايه كل تعلمت بالدكاترة واحفظك كل شيء بعدين اتعلم ايش بتعمل كاليوناتي الهادا وراكب محليل وفك اللي بولبر نجيب صبا طفل مع الهلال مع دفاع المدني شهداء مع تعاون الصحة الاسحاف بنجيب الصبا ايما نطلع هايك على السيدة ويجيبها زكريا لا يعد مجرد طفل بالنسبة للاطباء والقائمين على مستشفى شهداء الاقصى وانما يعتبرونه فردا ذمن اتقمهم الطبية هذا الطفل نازح في الدخم وصل الى مستشفى شهداء الاقصى عندما شاهد الاطباء وشاهد الطواقم التمرضية تعمل على مدار الساعة ورأى ايضا الاصابات التي تصل الى هذا المستشفى والشهداء ناحية اخرى يقوم بساعدة بعض الطواقم التمرضية باحضار بعض الشاش بعض المستلزمات الطبية لهؤلاء الممرضين الذين يقومون بخدمة هؤلاء المرضى فحقيقة هذا الطفل له كل احترام والتقدير ونتقدم له مزيد الشكر والاحترام اصرار زكريا على تفقد المرضى والوقوف على كل احتياجاتهم تعد اولى خطوات النجاح التي ستقوده مستقبلا نحو تحقيق حلمه بان يكون طبيبا فعالا لا يتوانى عن مساعدة ابناء وطنه في كل الظروف ميدانيا استهدفت المقاومة الفلسطينية سديروت ومستوطنة غلاف غزة من شمال القطاع وظهرت مشاهد فيديو بثها الاعلام الحربي لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الاسلامي عبر القناة في تيليجرام عملية تجهيز صواريخ من قلب محاور التقدم شمال القطاع قبل اطلاقها ضمن عملية طفان الاقصى وذكرت السرايا في منشورات اخرى انها قصفت تموضعا لجنود واليات العدو بقذائف الهون في محور التقدم القرارة شمال شرق خانيونس كما قصفت مقر قيادة وسيطرة العدو الصهيوني بقذائف الهون الثقيل في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غسة كما اعلنت المقاومة الفلسطينية السبت عن استهداف دبابة صهيونية من نوع مركافة وإقاع طاقمها بين قتيل وجريح شمال قطاع غزة وذكرت كتاب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس ان عناصرها اكدوا بعد عودته من خطوط القتال في خانيونس استهداف دبابة صهيونية من نوع مركافة بعبوة ناسفة من طراز الشواضة اكدت القسام هبوط ثلاث مروحيات لاخلاء طاقم الدبابة في منطقة وسط البلد بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة شيعت جماهير فلسطينية غفيرة في بلدة قباطيا جنوبية جنين السبت جثمان الشهيد الطفل معتسم نبيل أبو عابد ذي ثلاثة عشر عاما الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصيوني خلال اقتحامها البلدة فجرا وحمل المشيعون جثمان الشهيد أبو عابد على الأكتاف وجاب به شوارع البلدة مرددين هتفات ملددة بشرائم الاحتلال وصولا إلى المسجد دين أدوا الصلاة عليه وسط تنددات غاضبة قبل إلقاء نظرة الوضع الأخيرة ومواراته الثرى في مقبرة البلدة وأنعت الفصائل الفلسطينية الشهيد مؤكدة أن جريمة قتله تضاف إلى سلسلة الشرائم الممنهجة وحرب الإبادة التي ترتكب من قبل الاحتلال في قطع غزة والضفة الغربية أدى نحو 150 ألف مصل ليلة الجمعة صلاتي العشاء والترويح في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية أن المصلين أدوا صلاتي العشاء والترويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة ومنعه دخول آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية إضافة إلى منع مئات الشباب المقدسيين من الصلاة في المسجد يحيي الفلسطينيون الذكرى الثامنة والأربعين ليوم الأرض في ظل التسعي السياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد التي ينتهجها الاحتلال الصيوني وظهر تقرير عن هيئة مقاومة الجدار والاستطان صدر السبت أن 42% من مجمل أراضي الضفة الغربية تخضع للعديد من الإجراءات الاحتلالية مع السلبي 15% من إجماله مساحة غزة منذ 7 أكتوبر الماضي من 30 مارس 76 إلى 30 مارس 2024 48 عاماً من نضالات الشعب الفلسطيني دفاعاً عن أرضه ومقدساته في وجه احتلال همجي ماضي في محاولة طمس التاريخ والمعالم الفلسطينية زيادة على مذابحه اليومية في غزة يسيطر الاحتلال عسكرياً على مساحات واسعة من أراضي القطاع تزيد في مجملها عن 2300 كم مربع أو ما يعادل 42% من مساحة الضفة الغربية رغم تشبت سكان غزة بأرضهم ومقاومتهم لمخططات التهجير تحاول دوائر صهيونية خلق تغيير ديمغرافي وجغرافي في القطاع بإعلانها عن مشاريع استطان ضخمة على أنقاض المحافظات الفلسطينية المدمرة بعد تقسيمها إلى أجزاء بمحافظة الضفة الغربية كالجليل والنقب التي كانت ساحة لانتفاضة الفلسطينيين رفضاً لتهويد أراضيهم وسلبها بالقوة عام 76 استولى الاحتلال منذ تاريخ السابع أكتوبر الماضي على 27 ألف متر مربع لأغراض استطانية وعسكرية في ظروف استثنائية يحيي الفلسطينيون يوم الأرض هذا العام في سياق استفحال جرائم الاحتلال في قطاع غزة جرائم لن تزيد الفلسطينيين إلا صموداً وعزيمة على تحرير أرضهم وإقامة دولتهم عاصمتها القدس الشريف هذا واختتم الفلسطينيون داخل أراضي 48 في فلسطين المحتلة السابت فعالية الذكرى 48 ليوم الأرض الفلسطيني في بلدة كفرحانة التي انطلقت من مدينة سخنين بمشاركة نحو 10 ألف متظاهر تحت شعار أوقف الحرب على غزة وشهدت نشاطات إحياء الذكرى زيارة عوائل وأضرحت الشهداء ثم وضعت أكارير الظهور على النصب التذكارية في مقابر الشهداء وقراءة صورة الفاتحة على أرواحهم ولوح المشاركون في التظاهرة هذا العام بالأعلام الفلسطينية ولفتات كتب عليها عبارة دولة فلسطينية مستقلة كما هتفوا لغزة مطالبين بوقف العدوان على القطاع المحاصر يوم هو يوم الأرض 48 سنة مرت على سياسة لم تتهية يوم قرر رابين رئيس وزراء إسرائيل في العام 76 أن يستخدم النار والرصاص لتخويف شعبنا وقد أراد أن يصادر أرضه شعبنا لم يخشى لا رابين ولا رصاص وخرج للتظاهر ولرفع الصوت ضد هذا القرار الضالب فكان سقوط الشهداء 48 سنة لم تختلف السياسي صحيح ليس رابين اليوم في سدة الحكم لكن هنا من هم أسوأ من سياسة رابين كنا يوم الأرض للأوضاع السياسية اللي موجودة أهم إش اليوم على الساحة إنه أوضاع غزة اللي حتى في تاريخ البشرية ما كان فيه إش عن الشكل ونتأسف له الأوضاع الأوضاع كثير 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 مخشنين شعب 180 جوع ما نعين عنه الماء ما نعين عنه الدواء ما نعين عنه الأكل وللأسف للأسف 2 مليار مسلم ما نعين عنه أن يطمي فوتوها على غزة اعتبرت فصائل فلسطينية سبتاً أي قوة دولية أو عربية تدخل قطع غزة مرفوضة وغير مقبولة وتعد قوة احتلالية وشهدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية التي تضم معظم الفصائل الفلسطينية في بيان نشرته بمناسبة الذكرى 48 يوم الأرض الفلسطيني بمواقف الدول العربية التي رفضت التعاون مع المقترح الصيوني بهذا الخصوص حديث قادة الاحتلال عن تشكيل قوة دولية أو عربية لقطع غزة وهم وسراب وأي قوة تدخل إلى قطع غزة مرفوضة وغير مقبولة وهي قوة احتلالية وسنتعامل معها وفق هذا التوصيف نثمن موقف الدول العربية التي رفضت المشاركة والتعاون مع مقترح قادة الاحتلال حول تشكيل القوة فصائل فلسطينية اعتبرت أن إدارة الواقع الفلسطيني شأن وطني فلسطيني داخلي وأن كل محاولات خلق إدارة بديلة تلتف على إرادة الشعب الفلسطيني إدارة الواقع الفلسطيني شأن وطني فلسطيني داخلي لن نسمح لأحد بالتدخل فيه كل محاولات خلق إدارات بديلة تلتف على إرادة الشعب الفلسطيني ستموت قبل ولادتها ولن يكتب لها النجاح لأن الشعب الذي أعاد كتابة التاريخ بدمه وصموده لن تستطيع قوة في الأرض أن تحتل إرادته أو تنتزعها تعهد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني زياد النخالة بالانتصار على الكائن الصيوني وخلال حديثه للصحفيين في مؤتمر صحفي بطهران شكر زياد النخالة إيران على دعمها لشعب الفلسطيني واصفا لقاءه بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بالمهمة وشارت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إلى أن الجانبين ناقشت تطورات الأخيرة في الحرب وجرائم الحرب والإبادة الجرمعية الصيونية المرتكبة في قطاع غزة وإن شاء الله نلتقي بالانتصار القادم في غزة على المشروع الصهيوني نعدكم أننا سننتصر إن شاء الله ونعدكم أن صمود الشعب الفلسطيني سيكون نموزجا لكل شعوب العالم بالانتصار والصمود إن شاء الله ونلتقي في نهاية معركة طفان الأقصى منتصرين جميعا جدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون التزام الجزائر بتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة حتى في حال بقائها محتلة جاء ذلك خلال اللقاء الأعالمي الدوري الذي يبث اليوم على القانوات التلفزيونية والإذاعية الجزائرية على الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي أخي وصديق مظلوم يبقى مظلوم أسباب وأسباب وأسباب حتى الأجانب يدخلوا فيها وتكاهنوا في أسباب تقنية محضر وما نظلمش ودائما مع المظلوم ولو على حساب أخي وصديق مظلوم يبقى مظلوم آن الأوان أن فلسطين تصبح عضو كامل الحقوق وكامل العضوية في الأمم المتحدة ولو محتل دعا البرلمان العربي لتطبيق معايير العدالة الدولية من أجل التوصل إلى حل نهائيا وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية البرلمان العربي شدد في بيان له السبت بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين ليوم الأرض على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس مع ضمان حق العودة وحل قضية اللاجئين كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية وتدخل العاجل لوقف فوريا للعدوان على غزة ومنع التهجير القسري مضيفا أن العدوان والحصار الجائر على القطاع يهدفان إلى تدمير هوية وكيان شعب بأكمله دعت فرنسا ومصر والأردن إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومن دون عوائق بشكل مكذف مباشرة إلى السكان المدنيين المحتاجين داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن اجتماع وزراء خارجية كل من مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي وفرنسا ستيفان سيجوني بالقاهرة في وقت سابق اليوم السبت وعلنت الدول الثلاث معارضتها لأي هجوم محتمل للاحتلال الصهيوني على مدينة رفح دعينا إلى الوقف الفوري للحرب على القطاع ما الذي يحول دون توفير الطعام والغذاء والدواء للشعب الفلسطيني في غزة هو قرار سياسي لحكومة متطرفة قررت أن تستخدم التجويع سلاحا نريد أن يكون هناك عقوبات على الحكومة الإسرائيلية إذا ما استمرت في تحدي العالم وتحدي القانون الدولي ونريد أن يكون هناك خطوات حقيقية فورية توقف العدوان وتدخل الغذاء والطعام والمياه والدواء وكل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني حتى يستطيع أبناؤها أن يستمرون في الحياة شارك آلاف الأردنيين في جميع محافظات المملكة للشمعة الخامسة والعشرين على التوالي في مسيرات ووقفات تنديدا بالعدوان الصهوني المتواصل على قطاع غزة انطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان بمشاركة مختلف أطيف المجتمع الأردني دعم للشعب الفلسطيني وندد المشاركون في المسيرة والوقفات بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهوني في حق الشعب الفلسطيني بقطع غزة مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لوقف العدوان هذه الروح الوثابة اليوم في الشعب الأردني هذا الشعب اليوم 176 لهذه الحرب المجرمة يؤكد أن الشعب الأردني بإذن الله لن يخذل أهل غزة لن يخذل فلسطين هذا الشعب رفعت هذه القضية بإذن الله سيبقى صوته عاليا مجلجلا مدويا في الدفاع عن القضية في الدفاع عن أهلنا في غزة في الدفاع عن هذه المقامة البطلة التي تدافع عن حقنا في فلسطين اليوم هذا الشعب الأردني بكل عفوية اليوم يحاصل الصفارة منذ ستة أيام شارك مئات الآلاف من البريطانيين السبت في تظاهرة لإحياء يوم الأرض دعما لشعب الفلسطيني وتنديدا بتواصل جرائم الاحتلال الصيوني في قطع غزة وخرج عشرات الآلاف مسيرة وسط لندن مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وتوجه المتظاهرون من حديقة هايت بارك للسفارة الأمريكية رفعين شعارات مستنكرة لمواقف الحكومات الغربية الدائمة للاحتلال الصيونية من المهم جدا التحدث عن هذه الأشياء خاصة بين جيل الشباب لأنني أعتقد أن هناك نقصا كبيرا في الوعي بالوضع أعتقد أنه من المهم للشعب الفلسطيني أن يعرف أن الناس يدعمونه وأنه لا يتركوا لذاته وأيضا أن تكون قادرا على إحداث دوضاء حتى تستمع الحكومات حقا أعتقد أن حكومتنا بدأت في الاستماع لكن الأمر استغرق الكثير من هذه المظاهرات لتوعية الناس بالوضع وإبقائه في دائرة الضوء أيديهم ملطخة بالدماء بأيدي القوات العسكرية في إسرائيل هذا غير مقبول على الإطلاق جئنا إلى هنا للإحتجاج على هذا جئنا إلى هنا للتظاهر لنقول للحكومة ولنقول لرئيس الوزراء أنت على الجانب الخاطئ من التاريخ حاول العودة حاول إيقاف هذا حاول إيقاف هذا اليوم وليس غدا وفي العاصمة الفرنسية باريس تظاهر المئات للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة بعدما يقرب ستة أشهر من بدء العدوان الصهيوني على القطاع الفلسطيني المحاصر ورفع المتظاهرون الرايات الفلسطينية ولافتات مناصرة للشعب الفلسطيني ومنددة بالجرائم المرتكبة في حقه من قبل الكيان الصهيوني كما طالب المشاركون من جمعيات ومسؤولين منتخبين السلطات الفرنسية بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني لإنفاذ أوامر محكمة العدل الدولية يظهر المحتل الصهيوني مرة أخرى أنه لا يهتم بالقانون الدولي لقد استهزأ دائما بهذا القانون الدولي ولا يزال يفعل ذلك اليوم هو لا يحترم وقف إطلاق النار لأن دولة الإبادة الجماعية هذه التي تسمى إسرائيل تعد فوق القانون الدولي يجب أن نعاقب يجب أن نعزل هذه الدولة قدر الإمكان من أجل احترام القانون اليوم ما هو متوقع من فرنسا هو وقف تواطئها في هذه الإبادة الجماعية المستمرة والتوقف التام عن بيع الأسلحة للمحتل الصهيوني وفرض حضر عسكري واقتصادي على قوة الاحتلال لأنه من دون عقوبات لن يكون هناك احترام للقانون الدولي قرر مجلس الشيوخ في بوينس آيرس تجميد عملية نقل السفارة الأرجنتينية إلى القدس المحتلة بعد معارضة مشرعين من الأحزاب اليسرية في البلاد وجاء القرار بعد أقل من شهرين عن زيارة الرئيس الأرجنتيني خافيار مالي إلى الكيان الصيوني وأعلانه نيته نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة في قرار اعتبرته الحكومة الفلسطينية خطوة تضع الأرجنتين في خانة الشريك للمحتل في انتهاكاته ضد شعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية في أرضه ومقدساته اشتركوا في القناة أخبارنا متواصلة وفي شأن آخر صيب ثلاثة ضباط ومترجم مدني من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان يونيفال السبت في غارة صيونية استهدفت آلية تابعة لها في جنوب لبنان وفدت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرة مسيرة صيونية استهدفت آلية عسكرية تابعة لليونيفال قرب بلدة ارميش الحدودية بما أدى إلى وقوع عدد من الجرحة من قوات حفظ السلام وأوضحت أن سيارة ربعية الدفع تابعة لمراقبي الهدنة تعرضت أثناء قيامها بدورية قرب بلدة ارميش لأعتداء بغارة من طائرة مسيرة ما أدى إلى إصابة ثلاثة ضباط ومترجم مدني أحدهم في حالة حارشة في سياق دانت الخارجية اللبنانية السبت استهداف دورية تابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة مما أدى إلى سقوط أربعة جرحة بعضهم في حالة حارشة وقالت الخارجية اللبنانية في بيان لها أنها باشرت تحضير شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي على إثر استهداف الاحتلال دورية تابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة مؤكدة أن هذا الاعتداء مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لسيما لجهة استهداف حماة السلام من موظف الأمم المتحدة بعد مسلسل استهداف السحفيين والمسعفين والأطفال والنساء والمدنيين أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف قاعدة خربة معارة صهيونية في الجليل الأعلى بالأسلحة الصاروخية كما أعلن الحزب في بيان منفصل عن استهداف تحرك لجنود الاحتلال في موقع الراهب ومحيطه بأسلحة صاروخية وقذائف مدفعية مؤكدا أن مقاتليه استهدفوا ثكنة رميم الصهيوني في الجليل الأعلى بصاروخ بركان وحققوا إصابة مباشرة وأضف الحزب في بيان أنه سيواصل هاجماته على الكيان الصهيوني دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطع غزة توقع رئيس الجزائري عبد المجيد تبون ارتفاع ناتج داخلي المحلية الخام للجزائر إلى أربعمائة مليار دولار مع نهاية سنة 2026 رئيس تبون خلال اللقاء العالمي الدوري الذي يبث اليوم على القانوات التلفزيونية والإذاعية الجزائرية على ساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي أعلن عن مضاعفة رواتب الجزائريين في أفاق 2027 على أقصى تقدير مع برمجة زيادات إضافية بنحو 52% خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2027 توقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو الحقيقي للجزائر قويا في العام الجاري عند 3.8% مدعوما من تعاشي انتاج المحروقات والأداء القوي في قطعات الصناعة والبناء والخدمات وفق ما خالصت إليه بعثة الهيئة المالية الدولية عقب اختتام مناقشاته مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه نظرة متفائلة بالأداء وإشادة بالإصلاحات هكذا جاء مضمون أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن الجزائر الذي تضمنت تقديراته رؤية إيجابية لمستقبل الاقتصاد في الآجال القريبة توقع من خلالها استمرار وطيرة النمو القوي خلال السنة الجارية عند 3.8% مدعوما بالموازنة الضخمة التي اعتمدتها الجزائر كأداة تحفيزية للإنفاق المالي وحركية النمو بأكثر من 113 مليار دولار الهيئة المالية الدولية ذكرت أن نسبة النمو الاقتصاد في الجزائر العام الماضي كانت جيدة حيث بلغت 4.2% بفضل انتعاش إنتاج النفط والغاز والنشاط القوي في قطاعات الصناعات والبناء والخدمات النقد الدولي لم يخفل أهمية الإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها الجزائر والجهود المبدولة لتنويع الاقتصاد ليؤكد الصندوق أن الجزائر مقبلة على حركية اقتصادية ناشطة مدعومة بتحسين مناخ الأعمال واستمالة الاستثمارات الخاصة والاستفادة من أسواق التصدير الجديدة وهو ما سيساهم في خلق فرص جديدة للشغل الهيئة المالية الدولية ثثني على مصاري الإصلاح الاقتصادي في الجزائر من خلال رسم صورة إيجابية لمستقبل النمو مع تقديم توصيات بشأن مسائل شائكة يعانيها العالم اليوم على غرار معدلات التضخم العالية وتقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية في موضوع آخر طالبت هيئة نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي باتخاذ إجراءة فورية لمنع انتشار الموت على نطاق واسع وتجنب أزمة جوع كارثية في السودان الهيئة التي تعد مقياسا موحدا لدمج بيانة الأمن الغذائي والتغذية وسبول العيش ذكرت في بيان شامل حول طبيعة أزمة الأمن الغذائي أن نحو خمسة ملايين شخص على شفم جاعة كارثية منهم ثلاثة ملايين وستة مائة ألف ملايين طفل دون السن الخامسة واكثر من مليون مرأة حامل ومرضع وابرد تقرير أن من دون وقف فوري للأعمال القتالية ونشر كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية سيواجه سكان ولاية الخرطوم والجزيرة ودرفورة الكبرى وكردفان الكبرى تهديدات جدية وكبيرة بالوصول إلى أسوأ مستويات عدم الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في موسم الشفاف المقبل الذي يبدأ شهر أبريل المقبل صادق البرلمان الصومالي والسبت بالأغلبية على تعديل دستور البلاد بعد مناقشات استغرقت عدة جلسات وذكرت وكالة الأنباء الصومالية نقلا عن رئيس مجلس الشعب الصومالي شيخ آدم محمد نور أن 254 نائبا من إجمالي 275 نائبا أعضاء البرلمان بمجلسيه صوتوا لصالح المصادقة على الدستور وحسب الوكالة فإن من أهم البنود التي تم تعديلها في الدستور أن يتم انتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب كما يقوم بدوره بتعين وإقالة رئيس الوزراء وأن يصير عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفيدرالي 18 عضوا انتهت عملية احتجاز رهائنا في هولندا دامت عدة ساعات السبت من دون سقوط ذحية إذا اطلق أو اطلق سراح جميع المحتجزين وألقت الشرطة القبضة على المشتبه فيها وفدت السلطات بعدم وجود سبب يدعوها للاشتباه في وجود دافعا إرهابي للعملية التي وقعت في مقهى يرتده الشباب في بلدة إيدا وذكرت عدة وسائل علام محلية عن عدة مصادر لم تذكر روياتها إن رجلا بحفزته أسلحة ومتفجرات احتجز رهائنا في مقهى في وقت مبكر من صباح السبت هذا الصباح كان لدينا موقف في وسط إيدي حيث أخذ أحد المحتجزين ثلاث رهائن وفي وقت ضاحق كان هناك أربع رهائن في مقهى وهم الأشخاص الذين كانوا يعملون هناك لحسن الحظ نحن سعداء كان هناك كثير من المشاعر في المنطقة المحيطة بالطبع كان علينا إخلاء المنطقة لكن في النهاية كل شيء على ما يرام تم القبض على محتجز الرهائن من قبل الشرطة وهم يحققون معه الآن والرهائن أحرار أعلنت وزارة دفاع روسية السبت عن تنفيذ 58 ضربة على مشاءة المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية الدائمة لها بيان لدفاع روسية وضح أن القوات الروسية شنت ضربة وصفتها بالضخمة و57 ضربة جماعية بأسلحة أرضية وبحرية وجوية بما في ذلك صواريخ كينجال وطائرات من دون طيار ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية الدائمة لها وذلك خلال الفترة الممتدة من الثالث والعشرين إلى الثلاثين مارس الجارية أعلن الجيش الروسي السبت استهداف مطار للقوات المسلحة الأوكرانية في نيكولاييف وتدمير معدات عسكرية غربية أفد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرجي ليبديف بأن القوات المسلحة الروسية هاجمت مطار مارتينوفيسكي ووحدة عسكرية في مقاطعة نيكولاييف أوكرانيا من دون تقديم بيانات عن الأضرار التي لحقت بالمعدات المدمرة من جانبها أعلنت أوكرانيا السبت أن قصفاً روسياً أسفر عن مقتل شخصين مسنين في بلدة كراسنوغوريفكا وقال المسؤول عن إقليم دونيتك فاديم فيراشكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن البلدة كانت تحت نيران العدو خلال الليل وصباحاً ودع المدنيين الذين لا يزالون يقتنون المنطقة إلى المغادرة وتقع أوكرانوسكوريف كمباشرة على خط الجبهة في منطقة دونيتك شرق أوكرانيا والتي يخضع أكثر أو أكثر من نصفها إلى سيطرة القوات الروسية وتعد منطقة قتال نشط في الرياضة يحلو اتحاد الجزائر ضيفاً على ريفرز يونيتد النجري ظهيرة غد الأحد في ذهب ربع نهائي كأس الكاف حمل اللقب يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية تقربه من المربع الذهبي على أمل موصلة المغامرة وإضافة نجمة إفريقية جديدة لا تريد جماهير اتحاد الجزائر أن يتوقف مشوار فريقهم باكراً في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بلوغ أصحاب اللونين الأحمر والأسود لأدوار متقدمة من المنافسة يمر عبر تحقيقهم لنتيجة إيجابية أمام مضيفهم نادي ريفرز يونيتد النيجري لحساب مواجهة ذهاب ربع نهائي تجاوز الاتحاد لفترة الفراغ وتحقيقهم لسلسلة انتصارات متتالية يريد المدرب خوانغاريدو أن تتواصل أيضاً على الصعيد القاري استفاقة في البطولة أعادت اتقة للعبين حامل اللقب المتواجد في نايجيريا منذ الخميسة الماضي سيكون مضطراً هذه المرة للعب لقائه أمام ريفرز في ظروف خاصة بعدما قام الاتحاد الافريقي للعبة بتقديم موعد المباراة إلى الظهيرة وهو ما قد يؤثر على الجانب البدني لعناصر الاتحاد يبحث نادي اتحاد الجزائر عن الاقتراب أكثر من المربع الذهبي المهمة لن تكون سهلة على زملاء القائد زيندين بالعيد لكن الروح الجماعية التي أكد عليها التقني الإسباني ستكون أحد المفاتيح المهمة في اقتطاع الاتحاد لنصف التأشيرة نحو المرحلة المقبلة ختم ونشر نشكركم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر